شاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم يوم غدين الأحد تشبه تماما تقريبا الأحوال الجوية التي سادت نهار هذا اليوم السب لكن الاثنين والثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة وحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة في أماكن مختلفة من المملكة مشاهدينا فاصل ونواصل النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرس سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى يوم الأحد الأحوال الجوية المتوقعة استمرار الأجواء تقريبا المشمسة في النهار التي يتخللها ظهور بعض السحب العالية وأحيانا المتوسطة درجات الحرارة حول المعدل أو أعلى من المعدل بقليل أعلى من المعدل ما بين درجة إلى درجة المناطق الشمالية الحرارة العظمى المتوقعة 20 والصغر 11 المرتفعات الوسطى 17 10 المرتفعات الجنوبية 14 7 والأغوار 25 إلى 15 أجواء معتدلة ومعتدلة بالنهار لطيفة بالليل أما العقبة 25 14 والبادية الجنوبية الشرقية 18 إلى 8 كل الأجواء تميل إلى البرود ليلا لكنها في النهار تكون تقريبا لطيفة البادية الشرقية 18 إلى 8 درجات المئوية يوم الأثنين انخفاض قليل على درجات الحرارة المناطق الشمالية 19 12 المناطق الوسطى 16 10 والمناطق الجنوبية 12 7 وخليج العقبة 24 14 والأغوار تقريبا 25 إلى 15 البادية الجنوبية الشرقية 17 إلى 7 والمناطق الشرقية 18 إلى 9 درجة طبعا يوم الأثنين في احتمال لسقوط بعض الأمطار المحلية الخفيفة والمتفرقة يعني مجرد احتمال وهي أمطار خفيفة وأيضا هذه الحالة تتكرر يوم الثلاثاء حيث يوم الثلاثاء تكون الأجواء غائمة جزئيا يطرى انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة المناطق الشمالية غائمة جزئيا 17-11 مع احتمال سقوط بعض الأمطار المتفرقة كذلك في المناطق الوسطى باردة نسبيا وغائمة جزئيا لأحوال الجوية والعظمى 11 والصغرى 6 هناك احتمال لسقوط بعض الأمطار الخفيفة والمتفرقة المرتفعات الوسطى 14-9 العقبة 23-13 والأغوار 24-14 والبادية الجنوبية الشرقية 16-6 والبادية الشرقية 18-8 يوم الأربعاء انخفاض آخر على درجات الحرارة أجواء تقريبا مستقرة في النهار باستثناء انه ممكن تكون بعض الغيوم وبعض الأمطار في ساعات الصباح الباكر خاصة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية 18-11 المناطق الوسطى 15-9 المناطق الجنوبية 12-7 البادية الجنوبية الشرقية 16-5 وخليج العقبة 24-14 والأغوار 25-15 والبادية الشرقية 17-8 درجات مئوية يوم الخميس ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع ظهور طبعا بعد الصحب على ارتفاعات مختلفة العظمى في المناطق الشمالية 19 والصورة 11 المناطق الوسطى 16-10 والمناطق الجنوبية 14-6 الأغوار 25-26 وخليج العقبة 26-15 والبادية الجنوبية الشرقية 17-7 والبادية الشرقية 17-9 درجات مئوية يوم الجمعة القادم ايضا اجواء تقريبا لطيفة بالنهار باردة نسبيا ليلا 18-10 في المناطق الشمالية الوسطى 15-8 والجنوبية 12-6 وفي الأغوار 24-13 وخليج العقبة 23-14 والمناطق الجنوبية الشرقية 16-5 درجات بتكون باردة بالليل بشكل واضح في المناطق الصحراوية وايضا في المناطق الشرقية 17-7 مشاهدينا شكرا لمتابعتكم نترككم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري